يسقط يسقط حطم العسر يسقط يسقط حطم العسر تبرق من الملك والأمير والرئيس والحاكم اللي باع مهما كان اسمه ولا اسم بلده أو تاريخه وبعيداً بقى عن الشرع والدين خليك راجل وانصر المظلوم ولو بكلمة وتذكر حالة دين هل تذكر الدين قالوا له لا تؤذن ولك ما يرضيك فتوقف عن الأذان قالوا قلت صوت الدجاجة ولك ما يرضيك ففكر ملياً ثم كاكا وكوك وكي أحسنت والآن نريد بيضك يا صديق قال كيف أبيض وأنا ديك وابن ديك قالوا فعلها ونهبك ونعطيك يا قوم إنني الديك إلا تبيض وإلا نذبحك ونؤذيك ونخرج كل المساوئة فيك ندم الديك وقال يا ليتني مت وأنا على الصياح مليك وليس لي حينها في قراري شريك وبما أن موتي أصبح وشيك قبل أن أصبح جيفة هامدة أوصيك وصية واعدة يا غلام إذا صرخت فأسمع وإذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم الفيديو ده جماعة حتى يطلقكم فيه ملخص لما حدث في أمريكا وموقف غريب جداً حيقص علينا المهندس علي مهدي من فضلك شاهد الفيديو ودعمه بلايك ومشاركة لياسة صوتنا الأكبر عدد ممكن من الناس ونورني في القناة بالاشتراك فيها وفعل الإشعارات حتى يصل إليك مني المزيد بصوا الصورة دي كده الصورة دي الفرد من الأمن بيوجه السلاح بتاعه على مواطن أمريكي أبيض مختحم الكونجرس الأمريكي وما ضربهوش بالنار حطه تحت الكلمة دي متخط تعالى بقى نشوف الودة لو كان أسود البشرة الودة لو كان مسلم كان إيه اللي ممكن يحصل فيه كان إيه اللي ممكن يحصل فيه أنتو عارفين ان دي الكلام اللي بقوله لكو ده الرأي العامل الأمريكي بيتكلم في دلوقتي الرأي العامل الأمريكي بيقولوا أنتو إزاي ما وقفتوش دول إنه هما ياقتحموا الكونجرس إزاي ما وقفتوش دول إنه هما يعملوا التخريب اللي عملوه ده وتقالت كده لو ده كان مسلم أو ده كان إسود البشرة هل كنتو هتتعاملوا معاك كده ولا كنتو هتضربوه بالنار على طول يا شرطة أمريكية يا شرطة يا أمريكية سؤال أقنعني بصراحة هل الشرطة الأمريكية لو كان ده مسلم اللي مقتحم ده مش هقولك بقى مقتحم الكونجرس لو كان مسلم بس مثلا إيه اقتحم عربية شرطة أو مسلم بس أو اسود اقتحم قال رفض الشرطة تعمله حاجة هل الشرطة كانت هتسكت عليه كده ده ما بالك بقى ده مقتحم الكونجرس الأمريكي كله الكونجرس كله هل الشرطة كانت هتسكت عليه كده أو الأمن هتسكت عليه كده ومش هيدربه سؤال سؤال ويا ريت كلنا نفكر فيه بس حبيت أعرض عليكم الموضوع ده تاني حاجة مايك بينس نائب ترامب انقلب عليه معلمين انقلب عليه انقلب عليه يعني طالع أول حاجة عملها ايه غير صورة البروفايل بتاعته على تويتر غير البروفايل ده المفروض ان هو نائب ترامب لسه نائب ترامب لحد الوقت غير صورة البروفايل عنده على تويتر الكوفر بدل صورة ترامب حط صورة بايدن وكمالا هارس النائبة بتاعته شاهد صورة ترامب خالص اللي هو رئيسه المفروض وهو النائب بتاعه وحط صورة بايدن بعد اللي حصل كله دلوقتي انقلب على ترامب كله انقلب على ترامب حتى زعيم الأغلبية في مجلس شيوخ ميتش ماكونل كله قلب على ترامب الناس كلها في الولايات كل حكام الولايات طالعين بيتكلموا بيهاجموا ترامب خلاص ترامب انتهى ترامب النهاردة انتهى انتهى في كل السياسة الامريكية بس لسه شعبويا او شعبيا ما انتهاش وهو ده اللي هو عمله النهاردة يعني ايه برده اقول لكم مايك بينس عمل ايه وعلى فكرة مش هو الوحده دي سياسة امريكية يعني سياسة الحزب الجمهوري بتاع ترامب قال نائب الرئيس مايك بينس اللي اتتوق انه سيرفو طلب الرئيس دونالد ترامب محاولة منع تأكيد انتخاب جو بايدن كرئيس الولايات المتحدة الامريكية رفض طلب ترامب في تحدي للرئيس دونالد ترامب قال نائب الرئيس مايك بينس انه لا يملك القوة للتخلي عن الاصوات الانتخابية التي ستجعل الديمقراطي جو بايدن رئيس المقبل في 20 يناير حيث اصدر بينس بيانا قبل لحظات من جلسة مشتركة للكونجرس بانه لن يحاول منع ناخب الرئيس المنتخب جو بايدن يعني بينس وقف اللي هو النائب بتاع ترامب وقف ضده خلاص وغير صورة ترامب وحط صورة بايدن ودي بقى السياسات اللي جاية دلوقتي وفيه كلام ان دلوقتي الكونجرس هيجتمع تاني وهيكملوا الجلسة بتاعتهم تاني وهيتم اعلان الليلة ان جو بايدن رسميا هو رئيس الولايات المتحدة الامريكية ده لو حصل هتلقوني معاكو يعني بس انا ايه ايه كمان كنت عايز ارهولكو مين بقى المسؤول عن الفوضى دي كلها يعني بايدن طلع اتهم الناس اللي اختهم زي ما اقولتلكم فيه ناس بتقول لي انت زي بتقول ان دي ديمقراطية انا ما قلتش ان حصل ده ديمقراطية انا بقولك ده دي تخريب وده دمار وده دوسخة يعني من الاخر يعني نزلوا خربوا ما تقوليش برضو عشان دي ديمقراطية بس انا قلتلكم اللي عجبني يعني اعجبت بالشجاعة بتاعتهم يعني معجب بالشجاعة بتاعتهم ان هو يخش كده ويبقى عنده رؤوحة وعنده مش خايف مش خايف ان هو يخش عشان حاجة مقتنعة بيه اي كان الحاجة دي غلط او صح بس الاعداد دي كلها بعشرات الالوف يخشوا كده يعني حاجة تعجب بيها لما تشوف ديكتاتور كده تقول ده انتوسخ قوي بس برضو ايه في ناس كده بتعجب بالحاجات دي انما انا ما قلتش ان اللي حصل ده ديمقراطية ده تخريب والامريكان كلهم بيقولوا كده والامريكان كلهم بيقولوا مفروض ده كان يتم مواجهته بالرصاص المواطنين الامريكان بيقولوا كده اه بيقولوا ده كان المفروض يتموا مواجهته بالرصاص علشان عريتونا في العالم كله هي دي لغة اللي بتكلموا بها دلوقتي علشان عريتونا من العالم كله المعلم ترامب بقى نزلهم حطوهم في وش المدفع كده وهو راح البيت الابيض قال لهم انا جاي معاكو واول ما نزلوا راح هو خلع على البيت الابيض وقعد يتفرج عليهم من هناك لانه كان عارف ان ده لا يحصل لانه كان مدبر ان ده هيحصل هناك وطلع من شوية رح مسور لهم فيديو من الحديقة بتاعت البيت الابد قال لهم رجعوا بيتكم بقى خلاص خلاص بقى انا خدت بيه كل لقطة وتزبطت كده والعالم كله كان مستنيني وعرفوا ان شعبيتي زادت وخدت بيه كل لقطة خلاص بقى كل واحد ايه يرجع بيهته درجن درجن خلاص خلاص وسخ بني ادم ما شفتش في الوسخة دي بصراحة يعني برضو يعني تخيل هو هيمشي هيمشي بس هو عايز يعمل ايه يعمل لنفسه ان هو بقى حد ونزل الناس وهو اللي خلا ناس تقتحمي الكونجرس يعني يكتب نفسه يكتب اسمه في التاريخ برضو وساخة وساخة في برضو ناس في امريكا دلوقتي بتتكلم سياسيين ويعلمين ان دي بداية انقلاب ترامب على الديمقراطية الامريكية تقولي انقلاب ترامب ايه هم بيتكلموا كده وفي ناس مقتنع عن ده انقلاب لترامب وممكن اتلع بقى وزير الدفاع يقول ايه بقى انتو مش عارفين ان انتو نور عينينا ولا ايه ممكن ليه لا يعني احنا شوفنا من امريكا حاجات كتير الفترة اللي فادت فمش مستبعد ان احنا نشوف حاجات اغرب يعني الفترة اللي جاية ليه لا كمان الشرطة لما دخلوا دلوقتي قلتلكوا ان ولاية فيرجينيا بعتت شرطة لواشنطن عشان ما عندهاش يعني خلاص خلصوا اللي عندها الشرطة اللي عندها خلصت بعتولها حرس وطني وبعتولها شرطة دخلوا لقوا ان فيه خمس قطع سلاح مع اللي كانوا دخلين يقتحموا المبنى خمس قطع سلاح ولاد الدخلين ده مش تظاهر ولا تظاهر سلمي شا ما حدش يقول لي اهو بيدرابوا المتظاهرين في امريكا اللي عملتوا قولي حرية وديمقراطية ده مش تظاهر سلمي بيقولك افشوا معاهم خمس قطع سلاح اللي عارفوا يقفشوا منه خمس قطع سلاح معاهم تدخل تتظاهر وتعترض عليك معا خمس قطع سلاح انت عبيت هل انت عبيت يعني برضو حاجة غريبة يعني واقفنا اكتر من 13 شخص كانوا برا واشنطن المعلم ترامب راح جايبهم قال لهم تعالوا حلوين وراحوا نطين درجن درجن وراحوا جوم هنا والدنيا هنا برضو ايه مولاها دلوقتي امش عارف حاس ان فيها يبارة كده في الجو مش مصدق اللي بيحصل وفي نفس الوقت اشطى يعني مش فارق معايا اللي بيحصل شفتوا صورة الواد وهو ماسك بتاعه هو سر الكونجرس حاجات حاجات عبيطة حاجات محدش يتخيلها قمة الجنور يعني حاجات محدش بايدن لسه طلع دلوقتي في الخطاب بتاعه وقال انه دول شتامهم غوغائيين وهمجيين وبوزوا صورتنا والديمقراطية والعالم بيتفرج علينا والعالم مش بيتفرج علينا النواب الامريكان قاعدين في الكونجرس استخبوا والله طب اشرح لكم ايلا حصل اول ما العيال دخلت الاقل انيق تهموا المعالمين النواب رحو دخلين تحت القرassي قاعدين يستخبوه عشان لما يجو حتى التليفونات بتاعتهم رحوا قافلينها عاملينا صير اللي الاغبار دي كل اعصيين والفوكتونيوز دلوقتي التليفونات بتاعتهم عملوها صامت ورحوا دخلين تحت القرassي وراحوا استخبيين علشان التليفونات ماترنش ويقوم العائل يقوله وانا فيوحد تحت الكورسي وانا حلق عليه والله ده حصل انا نشرت لكم الصورة وشفتوها قمة الهزيان حاجة محدش متخيلها ضربة في تاريخ امريكا النهاردة دي ضربة في تاريخ امريكا ضربة ضربة يعني اللي بيحصل في امريكا ده دلوقتي العالم يعني بعد كده العالم كله هيبص كده ومش عايز اقول لكم هيعمل ايه وكل ده بسبب مين بسبب الديكتاتور ترامب امريكا ما كانتش كده بقت كده ليه بسبب ان فيه عقلية ديكتاتور بدأت انها تكون موجودة فيها عقلية الدكتاتور دي مين نعلم ترامبوبا حبيت ان انا بس اقول لكم شوية الحاجات دي بس يعني دي الاخبار لحد دلوقتي حبيت انكم تكونوا متابعين الموضوع ما صارتكم معلش بس الاجواء حلوة لو حصل حاجة دي ده برضه هتلقوني معاكم زيك يا حسين زبيدات زيك يا ايهاب محمد صباح الفل والله ما بدأ ساعة خمسة ساعة خمسة لعصر دلوقتي لس شوية لس شوية لس الصهرانين الصهران حلوة لسا يا شماتة ده احمد موسى فينا ومصطفى بكري المعرض يطلع يقول لك اطالب الشرطة الامريكية بدبط النفس يخطي يخطي ايها الزمن يا جدعان الزمن ده قد كده الزمن ده قد كده احمد مصطفى بكري بيقول الشرطة الامريكية اطباطه النفس واحمد موسى اقسم بالله الخبر ده دلوقتي احمد موسى يطالب الاعلاب الامريكي بانه يكون محايد ألطم ألطم يا جدعان كله بقى ما هيصدق هتشوفوا الكلام ده اليومين الجاي كله ما هيصدق بقى يقول لك هيا دي امريكا اللي عرفنا بنا مفيش حاجة اسمها ديمقراطية مفيش حاجة اسمها مهلبية انتو مش عارف ايه اللي احنا بنعمله هو الى صح ان احنا نفشخوا كده في البلد هو ده اللي صح وانت طبعا واحد مش فاهمة تقول هز 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 اصبع الى خير ترجمة نانسي قنقر